موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم اليوم كان هناك قمة أفريقية صينية مصغرة وشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور مجموعة من القادة الرئيس الصيني ورئيس جنوب أفريقيا الذي تشغل بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي في هذا العام السنغال وسكرتير عام الأمم المتحدة والمفاوضية الخاصة بالاتحاد الأفريقي ومدير عام منظمة الصحة العالمية هذه القمة بتعكس اهتماما صينيا بالقارة الأفريقية الرئيس كما أعلن السفير بسام راضي اليوم بأنه شكر الجانب الصيني على هذا الاهتمام وأيضا أشاد بيت تجربة الصينية في مواجهة وحصار فيروس كورونا وأيضا بهذا المؤتمر الذي عقد لدراسة كيفية مجابهة ومواجهة هذا الفيروس من خلال الخبرات الصينية الحوار دار عبر الفيديو كونفرنس بين السادة الزعماء حوار دار عبر الفيديو كونفرنس بين السادة الزعماء في القارة الأفريقية نتيجة هذا الوباء منها على سبيل المثال كيفية مجابهة الديون على القارة الأفريقية طالب الرئيس بضرورة إعادة جدولة هذه الديون مرة أخرى أو إلغاء هذه الديون أو مد أجل وأمد السادة نظرا لأن هذه الشعوب بتعاني بالفعل من هذه الأزمة والأزمة الاقتصادية المصاحبة لها والدول عايزة تعيش عايزة تعيش عايزة اقتصاد وعايزة صحة وعايزة مواطنين الصحاء لذلك الاجتماع كان بيتحدث على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي عفوا القطاع الصحي أو القطاع الطبي في القارة الأفريقية وبيحتاج إلى تمويل وبيحتاج إلى مسندة فنية وبيحتاج إلى الكثير من الأدوات التي تجعل من القطاع الطبي قطاعا واعدا يستطيع أن يوفي باحتياجات المواطن الأفريقي خلال أزمة كورونا أعتقد دا كان بيمثل هذا الاجتماع من الصين في هذا التوقيت ضربة صينية قوية أو هدف صيني قوي في مرمى الصراع الموجود بين الأمريكان وبين الصينيين الصين بتراهن على القارة الأفريقية بتراهن على استثماراتها في القارة الأفريقية وليعلم الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية بعظماتها لها استثمارات في القارة الأفريقية سولوس لا تزيد عن سولوس الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية النهاردة كان في اجتماع لمجلس الوزراء وهذا الاجتماع كان بيدور حول مجموعة من الملفات الهامة أولى هذه الملفات هو السنوية العامة واطمأنت الحكومة ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفن الدكتور طارق شوقي على كل التفاصيل الخاصة بانطلاق امتحانات الثنوية العامة يوم الأحد القادم كل الأسر المصرية اللي عندها أبناء وبنات في السنوية العامة بندعو لهم بالتوفيق في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة وزير التربية والتعليم أكد أنه كل الإجراءات قد اكتملت ويوجه الشكر لكل الوزرات المعنية وكذلك المحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة للخروج بامتحانات إن شاء الله تكون فتحت خير على أبنائنا وبناتنا الطلاب وما يخافوش لأنه بالتأكيد مصلحتهم وصحتهم هي الأهم أيضا في اجتماع مجلس الزراء كان الملف السياحي على جدول الاهتمامات حيث عرض الدكتور خالد العناني استعدادات الوزارة لاستقبال موسم السياحة إن شاء الله إلى مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وده كان سبب هذا الاهتمام وهذا الترتيب إنه سين إني تقول إنه دهب هي أفضل منتجع سياحي في العالم بيتكلموا في السين إني بيقولوا إنها جنة على مدار السنة اللي قامة بأسعار معقولة المطاعم المقاهي المتعددة الثقافات فيها من كل الجنسيات إنها أجواء مميزة للغاية يبقى إن شاء الله عندنا موسم سياحي نتعشم يا رب يا رب إنه يفتح علينا لأنه الظروف صعبة جدا قطاع سياحي يعني مميت مات خلاص بنحاول نقومه تاني وأنا واثق تمام الثقة في الإجراءات الحكومية والإجراءات اللي بيأخذها الوزير الناشط الناجح الدكتور خالد العناني أيضا بمن ما تم منقشته الحكومة استعرضت تقرير شامل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي وكل مراحل التفاوض اللي تمت خلال الخمسة أو ستة جولات الماضية عبر الفيديو كونفرنس بين الخرطومة القاهرة وأليسة بابا صعوبات والمشاكل وما تم وما لم يتم كل هذا تم استعراضه النهاردة الحكومة بتقف على آخر مستجدات ما جرى فيه مفاوضات سد النهضة أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب استعرض النهاردة الجهود المفزولة لاستعدادا لاستئناف النشاط الرياضي وأكد أنه دراء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لنشاط الرياضي الناس كل الناس عايزين نفتح وعايزين النشاط الرياضي يرجع تاني والسياح يرجع تاني والثقاف يرجع تاني والتعليمي أهو شغال إن شاء الله كل مواطن كل واحد في هذه المنظومة لابد أن يساعد لأنه دون مساعدة المواطن دون مساعدة الناس لن نستطيع أن ننجح في هذه المرحلة أشرف صبحي بيقول أنه ضرورة التزام بكل المعايير وكل المحددات التي حددتها الجهات المعنية لعودة الأنشطة الرياضية الدكتور علي المصلحي وزير التموين أيضا استعرض موقف تسليم محصول الأمح وقال إنه تم حتى الآن تسليم نحو 3.5 مليون طن أمح إلى الحكومة من المزارع خلال هذا الموسم يعني أيضا نيفين القباج الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي اتكلمت على توفير مسلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة وأوضحت أنه يتم حاليا كذلك حصر الجهات العاملة في الخدمات الطبية والقطاع الأهلي حتى تمكن مستفادة في مواجهة هذه الجائحة نبيلة مكرم من جانبها وزيرة الهجرة وشؤون مصريين في الخارج قالت إنه تم تجميع استمارات نورت بلدك يتم توزيع على المصريين العائدين من الخارج لجمع بياناتهم حتى تسنى الاستفادة من إمكاناتهم خلال هذه المرحلة ده كان تقريبا يعني أهم ما تم استعراضه في مجلس الوزراء النهاردة الأربع الاجتماع الأسبوع وزيرة المالية اعتمرت 3 مليار جنيه ضمانات للبنوك لتمويل الحفاظ على العمالة بالسياحة يعني فيه 3 مليون جنيه 3 مليارات 3 مليار جنيه دي ضمانات عشان نقوم قطاع السياحة وانتوا عارفين ان قطاع السياحة قطاع واعد قطاع صاعد قطاع أيضا بيشمل ملايين المصريين اللي بيشتغلوا فيه فاتح بيوت ملايين المصريين لذلك الدولة أولت الاهتمام الأعظم لقطاع السياحة وقطاع أيضا الطيران وقطاع الطيران زي ما قال الطيار محمد منار عينب وزير الطيران المدني النهاردة استعداد وجاهزية كل المطارات المصرية وزارة الطيران والشركات والهيئات لعودة الرحلات الجوية ان شاء الله واحد سبعة قالوا الكيمامات ده إجباري طبعا الوجبات جافة المشروبات معلبة تكتيف الإجراءات الخاصة بعودة النشاط في المطارات المصرية بعد هذه الفترة العصيبة التي مرت بها كل مطارات وطائرات وشركات الطيران في العالم يعني دي الأخبار المحلية اللي توفرت النهاردة لدينا وهنتابع ان شاء الله أي جديد بإذن الله هنتابعه مع بعض خلال الوقت المتبقي من حلقة اليوم النهاردة فيه وفد رفيع المشتوى وفد كبير وفد يعني هقول لكم الأسماء وحضراتكم تحكموا على أهمية الوفد وفد من تركيا وصل إلى ترابلوس وفد من تركيا وصل إلى الأراضي العربية الليبية الوفد بيضم الأسماء اللي قدامنا دي حضراتكم يعني معالي وزير الخارجية شوش أغلو رقم اثنين السيد براط البيرق اللي هو صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية وفد رئاسة الجمهورية معالي السيد هكام فيدان رئيس المخابرات السيد إبراهيم قليم المتحدث باسم الرئاسة السفير السيد صفر توران كبير مستشار رئيس الجمهورية السيد جمال الدين تشاليك نائب رئيس جهاز المخابرات الوطنية السيد يعقوب جيماز ده مستشار رئيس الجمهورية السيد منهان أولكن رئيس دائرة ليبيا بجهاز المخابرات الوطنية السيد علي ياسين سردار خبير السيد أرول أزان مدير الأمن السيد ادم اكسوي موظف الامر وافد وزارة الخارجية في حوالي ست موظفين او ست مسئولين وافد وزارة الخزانة والمالية مجموعة بتكمل يعني عندي حوالي ما شاء الله الحكومة التركية كلها راحت ليبيا النهاردة وبقول للمواطن الليبي والشعب الليبي تركيا تركيا ذهبت تركيا ذهبت الى ليبيا ليس لمصلحة الشعب الليبي ده مفروغ منه وانما العجلة والسرعة والاستعجال التركي عايز يلحق ياخد التورطة الوحده لانه فيه ناس طمعين وطمعنين في التورطة دول اوروبية ودول اخرى الحمد لله لمنها مصر ولا منها الجزائر الحمد لله ادي الوفد ادي وزير الخارجية التركي و ادي جنبه المجموعة اللي معاه برات البيرق و هكام في ده المدير المخابرات كل دول رايحين النهاردة الى ترابلس طيب مش فيه الجيش التركي بيساعد الجيش بتاع فايز السراج والميليشيات اه طيب ماشي لو حد من المخابرات حد بتعمى فهم لكن تخيل وزير المالية والخزانة والخارجية والمخابرات والناس بتوع كذا وكذا وكذا كل المجموعة دي اللي راح قابلهم فايز السراج قابلهم خلاص اتمام صفقة بيع الاراضي الليبية اليوم بهذا الوفد وهذه القائمة التي وصلت الى الاراضي الليبية واستقبلهم فايز السراج اليوم هو يوم اتمام صفقة بيع ترابلس الغرب بمعرفة فايز السراج الى الاطراك النهاردة يوم اسود على السيادة الليبية ووصول هذا الوفد الذي يوصف دبلوماسيا بانه رفيع المستوى لكنه اقول بمنتهى الثقة واقول بمنتهى القناعة انه وفد من الوصوص قد ذهب الى هذا المكان واستقبلهم هذا السمصار المدعو فايز السراج صاحب هذا الاعلان انه رئيس المجلس الرئاسي صاحب هذا الشعار انه رئيس المجلس الرئاسي وانا اذكر الجميع بانه هذا المجلس فقط شرعيته منذ ثلاثة اوام بفكر ناس بهدوء هذا المشهد اللي امامكم مشهد بيمثل جلطة في شريان العمل العربي المشترك او جلطة في شريان الكرامة العربية وجلطة تحديدا في شريان الكرامة الليبية شعب الليبي المفروض يعرف دلوقتي انه اللي بيتعامل النهاردة على الاراضي الليبية بمعرفة فايز السراج وكل اركان نظام اردوغان سيدفع ثمنه الاجيال الحالية والقادمة داخل ليبيا سيبكي الليبيون على هذا المشهد وعلى هذا الموقف وعلى هذه التشابكات وعلى هذا السعار سعار وطمع تركي في طروات الدولة الليبية وانا بقول بشكل واضح جدا كل الناس دي رايحين ليه واحد يقول لي واحد يجاوبني نفس واحد من هؤلاء اللي بيدفعوا نفس واحد من اللي بيدفعوا عن فايز السراج وعن اردوغان يقول لي وفد بهذا الشكل رايح النهاردة ترابلس يعمل ايه محدش هيقدر يقول انه وزير الخارجية رايح يعمل ايه طب وزير المالية طب وزير الخزانة طب المخابرات طب البترول طب الطاقة الناس دي كلها رايحين يعملوا ايه رايحين يتمموا صفقة البيع النهاردة يوم اتمام وتتمت صفقة البيع المحرمة صفقة بيع بين لص اسطنبول وبين لص طرابلس اقول بانه ما يحدث وما يجري اليوم على الاراضي الليبية جريمة مكتملة الاركان انا مش مطلوب مني اخاف على ليبيا اكتر من الليبيين ولا مطلوب مني اقهر واشعر بالقهر والشعب الليبي يعني شايف ما يجري هو قدرة بمصالحه لكن بقول الشعب الليبي المغلوب على امره الشعب الليبي اللي موجود فيه عموم ليبيا بالمناسبة سواء قبائل وعوائل وكل هؤلاء الشرفاء اللي بيتغنى بهم النهاردة اردوغان يقول احفاد عمر المختار زي نابليون بنابرت بالزبط لما جي احتل لمصر طلع الازهر وخاطب في الناس وقال لهم انا مسلم وتشاهد واشتغل اردوغان بيتبع نفس ملة ابائه واجداده فعلا اننا وجدنا اباءنا اردوغان اجداده الغزاه اجداده القتلة اجداده السفلة وانا بقول كل كلمة واعيها من التاريخ المهم الشعب الليبي عليه انه هو يقرر مصيره انا فقط دوري انبه بالكلمة لا املك رصاص ولا املك اسلحة فقط املك الكلمة والكلمة شرف والكلمة امانة شرف الله هو الكلمة الكلمة فارقة بين نبي وبغي الكلمة تودي باحدنا الى النار وترفع الاخر الى الجنان الكلمة دي سلاحنا اللي بنقوله وانا بحذر وبقول ارى امامي المخطط العثماني الجديد وبيتنفذ على الارض بمنتهى الدقة بمنتهى السرعة بيحصل في ليبيا وحصل قبل كده في العراق وبيحصل الان في العراق وحصل في سوريا واللي ما بيشوفش من الغربال ان شاء الله عنه ما شاف النهاردة هذا الوافد رايح يعمل حكثين توقيع اتفاق بين لصوص اسطنبول وبين لص طرابلس على ايه؟ انشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في الاراضي الليبية بالشفة بالشفة بجد قاعدتين عسكريتين فين؟ في الاراضي في غرب ليبي المنطقة اللي عليها الميليشيات والاخوان وفايز السراج اللي الجيش الليبي بيحاول الجيش الليبي بيشتغل لكن الميليشيات المدعومة والمسلحة من هذه القوى الغاشمة المحتلة بيسلك لهم المسائل وفعلا سلكهم وصل النهاردة الوافد عشان يمضي انشاء قاعدتين عسكريتين في الاراضي الليبية وايضا الاتفاق اللي النهاردة يتوقع الصورة شفتوها الوافد ارطوه الخبر قلناه طيب ايه يعني الموضوع الناس دي مش راح تشرب اهوة وشاي ولا الناس راحين يقروا القرآن مع بعض ولا راحين يعملوا مقرأة ولا الناس راحين يفسروا حديث لا يؤمن احدكم حتى يحبوا لاخيه ما يحبه لنفسه مشايروا الحديث ولا يفسرواه ولا اردغان بعيدهم عشان يبعثوا هدية للشعب الليبي كساء او غزاء لا راح يمضي عقد قعدتين اتنين يمضي عقد التنقيب حق وامتياز للتنقيب على البترول في سبعة مناطق ليبية سبعة مناطق ليبية هيتم فيهم التنقيب عن البترول بمعرفة الشركات التركية ومؤسسة البترول التركية لاتي بي اي تيو هي الشركة دي اللي واخد حق امتياز سبع مناطق داخل الاراضي الليبي دي الصفقة هو الكلام يا جماعة باستخبيه هي دي تقارير استخباراتية ده معلومات منشورة ومتقلب المناسبة الوفد الموجود في ترابلس النهاردة عن دفاعز الصراج راح يمضي على اتفاقات نبني قاعدتين داخل ليبيا اتنين ناخد امتياز تنقيب على البترول في سبع مناطق خليني اروح للأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا سيد خالد اهلا بيك اهلا بيك سيد يعني الزيارة غير المبررة او المبررة الله اعلم اسمع رأيك يعني لهذا الوفد التركي الكبير والمثير من وزير الخارجية وزير المالية والخزانة وكل هذا القطاع من المخابرات والاستخبارات وما جاء انا من معلومات انه هيتم بناء قاعدتين والاتفاق عليهم وهيتم التنقيب على سبع مناطق داخل ليبيا يعني برأيك اطلعني على ما يجري في ليبيا الان ما يجري في ليبيا هذا الوفد هو تدشين وضع تحت تدشين اكثر من خط تدشين هي مؤامرة كبرى بدأت منذ تنقيب في السراج في السخيرات كرئيس لهذا المجلس الذي فرض على الليبيين باراتة زولية ولنسب كل دول العالم تتعامل وتعترف بهذه الحكومة لنرى الى اين قدتنا هذه الحكومة اللي بيعترف بها العالم ولا لها فرض علينا العالم قدتنا الى تسليم هيديا بعد 40 سنة الى الاستعمار التركي من جديد اليوم تدشين كامل وتوقيع وتسليم والسلام ما بين الكافة من حضر 27 شخصية التي حضرت على هذا الوفد على راسها وزير الخارجية وزير الخزانة وهيئة الدفاع وكذلك بدون احراج وبدون خجل يقولون ان هذا الوفد على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة بمعنى ان هؤلاء يريدون قبض كل المصاريف ومسترقة من خلال الخزانة التصرف في علاقات ليبيا الخارجية من خلال تواجد هذا الوفد على راسها وزير الخارجية ثم الدفاع الذي نصب نفسه الان هو الحاكم العسكري لغرض البلاد هم الآن يستعدون يستعدون على الدخول الى فرد يستعدون بإقامة مجموعات من الخطوط حول الوسكة وبوغرين وظواحي فرد الى وادي جارف وكذلك نصب منظومات الدفاع الجو بالإضافة للإستعدادة ومستعمال المطار المسرقة القريب جدا من فرد كي تنطلق مننا فياران المتير الذي أحضره بالعشرات في مطار كلية جوية هم على سيدات الآن يقتحان ترك فماذا سيكون بعد ذلك؟ ماذا مسرورهم؟ مسرور الانسلاء على الإلال النفطي والانسلاء على الفقول والموامل النفطية ثم بعد ذلك التقدم باتجاه الشقيقة الكبرى من مصر كي يبني أردوغان أحلامه الاقتصادية وأحلامه العسكرية ثم قبوحه في الخلافة العسلانية من جديد وأن تكون لقطة انسلاقه طرابلس وهو بالفعل رسم نفسه وأوصل سلاحه وبخيره خلال فترة جانحة كورونا وخلال فترة الالتزام بمخاجرات برلين أحت السمع وغفر العالم المجمعي وربما بمباركة كبرى من أمريكا وهو هذا المبارك أتاسا من المخابرات الإنجليزية كل ذلك نحن الآن يتجسد في هذا الوضع الكبير الوضع الذي جاء يسلم الأمانة التي تركها منذ 400 سنة في طرابلس وهي أيالته كما يقول وربما يفحها إلى مكتوى درجة ولاية من الولايات العثمانية هذا ما يفعله هذا الوضع الكبير هذا الوضع الذي أرىه جاء ليسلم المخاليد ويسلم المفاتيح طرابلس والغرب الليبي سيد خالد الترجمان أنا بشكرا جدا وحزين على هذه النتائج والكلمة الختامية بأن أردوغان أرسل ربيبه مولود جويش أغلو ليتسلم مفاتيح طرابلس ومفاتيح الثروة الليبية على من يسمع يعي لا حول الأقوة إلا بالله فرنسا النهاردة بشكل رسمي أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية قال التصريح غريب جدا ونادر وشكلهم متعصبين أو فرنسا يبدو أن التوتر بدأ يرتفع في فرنسا قالوا لا يمكن لحلف الناتو أن يدفن رأسه في الرمال حيال التصرفات التركية في ليبيا ده وزارة الدفاع الفرنسية قالوا أن حلف الناتو اللي هي فرنسا عضو فيه وتركيا عضو فيه قالوا كيف يصمت حلف الناتو ويعمل نفسه بشو أخذ باله حلف الناتو عامل نفسه مشو أخذ باله حلف الناتو عامل نفسه مش من هنا من حتة ثاني من بلاد الواق واق وتركيا بتلعب على كل الحبال لكن أنا لا أنظر إلى التفاصيل ولا أهتم كثيرا بالتفاصيل لأنه الشيطان موجود في التفاصيل ربما الصورة الكلية الفيلم أصل الحكاية في ما قلناه بأنه هناك خطة تركية لعادة ابتعاث تركيا الكبرى الدولة العثمانية الامبراطورية العثمانية ويبتاخدها قطعة قطعة وزي ما بقول أقول أنه الدولة العثمانية هتعود من جديد بعد يقول يا عم أنت بتخرف يا عم أنت مش فاهم أنت بتكره تركيا أو بتكره أردوغان وإنت بتكره الإخوان بقول له والله حضرتك مش فاهم لأن أنا لا بكره تركيا أنا فاهم اللي بعمله أردوغان ومش بكره الإخوان ده أنا بحتخر الإخوان لأنهم أحقر أهل الأرض ليه؟ لأنه هم الناس السيئة كتير لكن أسوأ هؤلاء السيئين من يستخدم الدين للوصول إلى أغراض دنيئة من يدغدغ مشاعر الجماهير بقال الله وقال الرسول ويبكي كذبا وزورا وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر فعلا هؤلاء ينطبق عليهم أقوال عديدة لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هؤلاء فبالتالي أنا بقول اللي بيحصل بنقرأ التاريخ بنحلل بنقول يا جماعة خدوا بالكم في خطة لإعادة إنشاء دولة عثمانية على غرار الإمبراطورية العثمانية قبل سنة 23 قبل الدولة العثمانية تفك وتبقى تركيا يقول لك يا عم فين؟ هي تطلع إمتى يعني؟ بقول لك بالتدريج قطعة قطعة خدوا قطعة في سوريا قطعة في العراق قطعة في قطر الآن قطعة في ليبيا بعد شوية في الصومال وفي اليمن وهقول لكم النهاردة اليمن بيحصل فيها إيه؟ من جانب تركيا لأنه الشيطان عمره ما هيجي البني آدم ويقول له افسد عمر الشيطان ما هيصحيك من نوم يقول لك يلا روح اسرق يلا روح إزني يلا روح خرب عمره ما هيعمل كده هو بياخدك خطوة خطوة لذلك في القرآن يقول لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة مش هتلاقي ناسك فجأة تقتل هو بيواسويس لك عشان تقتل فبالتالي تركيا وقدها خطوة خطوة بطوة حتة حتة قطعة قطعة في الآخر احنا عاملين زي الضفاضع الضفاضع اللي حطينا في مياه كده دافية فبتستلز بالدفع قاعدة بتستمتع بتستمتع وهو يزود درجة الحرارة وهي تستمتع لغاية تم تغلي بتموت لكن لو هو حط مياه سخنة على طول بتغلي وفيها ضفاضع هتنط تجري هتنقذ نفسها دي الفكرة فكرة أنا بخدرك فكرة إن الشعوب تخدير الشعوب أنا فاكر لولايات المتحدة الأمريكية في الصين في حربها مع الصين استخدمت إيه في حرب شهيرة اسمها حرب الأفيون والأولى والتاني استخدموا الأفيون الأفيون عشان الشعوب تغيب وعي الشعوب يغيب وتركيا بتشتخدم أفيون الدولة التركية الآن هو الدين والله والله وهذا الكلام أسأل عنه وتسألوه أسأل عنه وتسألون يوم القيام أقول بأنه أردغان عدو الدين الإسلامي رقم واحد في العالم والله والله الذي لا إله إلا هو يستخدم الدين الإسلامي مطيئة بيستخدم الدين الإسلامي أسوأ استخدام بيلوي الآيات ويؤول الآيات والأحاديث لخدمة أغراض سياسية دنيئة والإخوان اللي هو منهم فعلوها منذ اليوم الأول استخدام الدين هؤلاء من آزوا الدين هؤلاء من شوهوا صورة الدين هؤلاء من جعلوا الدين للأسف الشديد الناس بتخاف من الدين خاف من المسلمين في كل مكان في العالم من سلوكيات هؤلاء أردغان عدو الدين الأول المشكلة أصلاً إنه لو واحد ملحد واحد كافر تقول لي يا راجل تقول لي يا راجل هو أنت عايز أنت يا راجل يا ضلالي أنت عايز تخلي الراجل اللي بيقول قال الله وقال الرسول خليفة المسلمين زيه زي واحد كافر وملحد أقول لك والله هذا الكافر والملحد ليس بخطر على الدين لأنه هو بقول أنا كاتك ما بيتحكش عليك خالص سلوكياته بقول لك أنا كاتك التاني التاني اللي بيقول إنه أنا طقي وأنا ورع ده بيغير في التفسير بيقول إنه صورة الفتح اللي هي نزلت في فتح مكة إنه فتحنا لك فتحة مبينة بقول لهم ده نزلت فيه فتح القسطنطينية عشان يعمل عملية استثمار سياسي للدين استغلال سياسي للدين يحولون الدين للأسف إلى رأس مال بيتم تدوله بأسهم أردوغان أردوغان لديه حلم تاريخي أن يوضع اسمه في شجرة الصلاطين العثمانيين شجرة الصلاطين العثمانيين أهي قدامنا هوا دول الصلاطين العثمانيين نفس أردوغان يتحط صورته جنبهم يبقى سلطان عثماني يقول أن رجعت ما ضيعه مصطفى كمال أتاتورك منذ مئة عام تقريبا هذا هو الحلم اللي بيحلم بيه أردوغان على حساب مين؟ على حساب الشعوب الغلبانة اللي في المنطقة على حساب العرب اللي جمعتهم مش عارفت دافع عنهم على حساب الناس يعني هو الدين قال لأردوغان ييجي يسرق البترول من ليبيا هو الدين قال لأردوغان يروح يقتل الناس الأبرياء مسلمين أو غير مسلمين في شمال سوريا وفي العراق في شمال العراق هو الدين قال لأردوغان انه الاكراد دول زبالة وعايزين نموتهم ونخلص منهم هو الدين قال لاردوغان انه يسرق وعياله يسرقهم هو الدين قال لاردوغان انه هو قاعد في القصر بعيد عن الناس مفصول عنهم 45 يوم ما ينزلش يشوفهم اثناء ازمة كورونا الدين ما قالش حاجات كتير كل اللي بيعمله الدين ما قالش الاردوغان قدي قانون يبيح الملسلية الجنسية الدين ما قالش الاردوغان اعمل قانون بيساوي المواريس الرجل والمرأة في تركيا الدين ما قالش الاردوغان اعمل قوانين بتقول انه الخمور وانه البارات وانه بيود الضعارة اللي بيكسب منها 4 مليار أنا بس اللي بقوله هو اردوغان لما يقول موكل للدول الاوروبية بالمناسبة في هذا كلام واضعاف واحنا نكلم عليهم انا جيت في مرة اكلمت على هولندا جيت في مرة اكلمت على نمسا لا لأنهما بيقولوا احنا بنعمل كذا وما بيدعيش أنه هو يعني تفلت من عصر الصحابة لكن أردوغان بيدعي أنه تفلت من عصر الصحابة والتابعين فاحنا بنقول لو أنت كداب أنت لم تتفلت من عصر الصحابة أنت تفلت أصلا من عقال الأخلاق وتفلت من عقال الدين وتفلت من عقام السنة وأنا بقول ثاني أنت أخطر من هؤلاء الملاحدة على الدين ده اللي انا بقول يا ابراهيم يا استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم مش سمعني ولا تسمعه انا انا يبدو ان انا صوتي مرهق صوتي تعبان احبالي الصوتية تعبان فانا بعتذر للناس انه انا مش قادر اتكلم كما ينبغي ان اتكلم ومش قادر اتحدث كما تعودت انا اتحدث انا بستشعر ان انا مش قادر اتكلم يعني بالشكل الكافي لكن ابراهيم بيقول لي اختم اختم ابراهيم عايزي يروح ابراهيم عايزي يروح بدري انا ابراهيم قاعد بس انا بعتذر عشان سوق ادائي لكن انا مركز في الكلام اللي موجود دلوقتي للمرة الاولى بتكشف جماعة الاخوان المسلمين المصرية زي ما بتقول صحيفة عربي 21 انه اول مرة هنعمل تقييم تاريخي لحدث مهم حدث ايه مهم يعني عربي 21 انفرضت بدراسة عملوها الجماعة بتوع الاخوان قالوا ايه لماذا ترشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية في مصر سنة سنة كم ابراهيم 2012 سنة كم 2012 طبعا انتوا حضرتكم فاكرين هذا الكلام في 2012 في 2011 تحديدا في شهر فبراير في مكتب الارشاد او في فرع الاخوان في جسر السويس في شرق القاهرة اجتمع مجلس شورى الجماعة وقالوا احنا مش هنترشح للانتخابات الرئاسية وقالوا كمان لن ندعم مرشحا اسلامي ومجلس شورى يحطوا شروط هو هيساعد مين ويدعم مين ده مين مجلس شورى الجماعة وفي شهر ابريل من نفس العام اجتمعوا في مكتب الارشاد في المؤطم وقالوا احنا عندنا شروط اهو اللي عايز يترشح للانتخابات لازم يكون ما يكونش من الجماعة او الشرط ان لا يكون من جماعة الاخوان او خالفة مبادئهم اصدهم على منفتوح وغيره يعني وان يكون صاحب كفاءة وان لا يعادل مشروع الاسلامي ولا يتصادم مع الفكرة الاسلامية ويقبل التعاون مع الاخوان وليس من اركان النظام السابق وغير متورد في الفساد ولديه قابول سياسي وشعبي وصاحب سيرة ذاتية تسمع له بالتفاف الاطراف حوله وان يكون له قبول خارجي وقبول داخلي مين اللي قال كده الاخوان امتى في الفين وكم في الفين واثناشر الفين واثناشر يعني الاخوان قالوا ان احنا مش هنرشح حد لن نرشح احدا من الاخوان واحنا عايزين واحنا عايزين نرشح مين عايزين نرشح واحد لا يكون منا لا يكون منا طيب فجأة فجأة طلع المرشد نفاكر مرشد الاخوان وقال انه لن يكون لدينا مرشحا من الاخوان ولن ندعم مرشحا من الطيار الاسلامي ده مين اللي قال المرشد مرشد الاخوان وبعد شوية تفاجأنا انه الاخوان رشحوا خيرت الشاطر وبعدين لقوا ان خيرت الشاطر عنده تاريخ والسي في بتاعه فيه اضايا راحوا مرشحين واحد استبن اللي هو محمد مرسي العياط له من الله ما يستحق له من الله ما يستحق ده مين ده اللي حصل في هذا التوقيت النهاردة الاخوان في لندن عاملين دراسة بيقولوا لماذا قلنا لن نترشح ثم لماذا ترشحنا بيعمل حاجة من التاريخ طبعا اكتشفت وبنل لكم كم الأكاذيب كم الأكاذيب اللي الاخوان بيسوقوها في كل ما كتب في هذه الدراسة طيب انا ما انت طول عمرك يا عم انت بتقول كده عليهم طول عمرك بتقول انهم مولاد ستين في سبعين ايه الجديد يعني ما انا المراضي مش انا اللي هقول المراضي اللي هيقول انهم مولاد ستين في سبعين مين الاخ عصام ايه عصامت اللييمة الاخ عصامت اللييمة دوت كادر من كوادر الاخوان كان شغال مدير مكتب يوسف القرضاوي لمدة كم سنة ابراهيم كم سنة ابراهيم ابراهيم يا ابراهيم ثمان سنين شغال مدير مكتب يوسف القرضاوي ثمان سنين او في رواية اخرى ستة الله اعلم عصامت اللييمة موجود في تركيا دلوقتي واخد موقف من الكوادر والقيادات الإخوانية ليه؟ ليه؟ الرجل دقعت 15 سنة في قطر 15 سنة في قطر الدماء اللي بتجري جواه دماء أميرية قطرية وسنتين فين؟ في تركيا يعني 17 سنة برا مصر صح كده يا ابني هذا الرجل هذا الرجل فتح نيران واضحة على الإخوان قال الناس دي ناس مش كويسة فأنا جبت من كلامه وعرضت راح جاء قال إيه؟ قال يا جماعة أنا مش هكلمتين على الإخوان عشان بغيز نشأت يا عمي أنت زي يوم بالزبط أنت زي يوم أنت عندك قضية ولا عندك خلاف شخصي أنا بسأل عندك قضية يعني قضية دين ووطن وكذا ولا قضية مع نشأة وغيره سيبك بالنشأة سيبك بالنشأة ده صفر يا سين على الشمال بلا قيمة أنت وريني الكلام اللي بتقول أنت بتقول على الإخوان أن هم وولاد ستين في سبعين وأن هم منافقين وأن هم وأن هم وأن هم أنا هسألك سؤالين لإعصام تليمة بسأله بسأل الشيخ إعصام تليمة وبسأل كل الإخوان وشبابهم وغنامهم بسألكم سؤالين بسألين بسألين هل هناك كتائب إلكترونية إخوانية تقوم بالهجوم على أعراض من يخالفها حتى لو كان إخوان سؤال تاني يعني الإخوان عندهم كتائب إلكترونية جاهزة للهجوم على أعراض المعارضين لهم حتى لو كانوا إخوانا ده سؤال بالمناسب فيه ولا مفيش طبعا كل الناس الإخوان هيطلعوا يحلفوا بأغلص الأيمان وبرزج الدهم إخوان الكبير إن هم ما عندهم كتائب إلكترونية وفي واحد تاني يقولك إيه عندنا بس ما عندناش كتائب بتستخدم الهجوم على الأعراض مع المعارضين ده إحنا التسامع كله وإحنا السماحة كلها وإحنا كل حاجة حينه طيب ده أول سؤال تاني سؤال تاني سؤال بسأله العصام تليمة بقول له الإخوان لما وصفوهم الناس الطيبين المصريين إن هم خرفان خرفان زهلته بسأله بقول هل فعلا سلوك الإخوان يوصف إنه سلوك أنعام أو سلوك قطيع أو سلوك خرفان أنا بسأل أسئلة يعني ممكن تكون الإجابة عليها بديئية السؤال اللي بعد كده بسأل الإخوان وبسأل عصام تليمة ما هي من هي الدولة الغربية التي أعطت الضوء الأخضر للإخوان أن يرشحوا مرسي للرئاسة أو خيرة الشاطر لا سؤال في سؤال تاني من هو المسؤول الإسلامي الكبير الذي نصح الإخوان أن يعتمدوا ويدعموا عبد المنعم أبو الفتوح بدلا من ترشيح خيرة الشاطر دي أربع أسئلة كده إيه على الماشي وأنا بقول إيه إنه الناس الحدث كان في 2012 وإحنا في 2020 من 8 سنين وبدأوا يلطوا فيه بدأوا يزوروا التاريخ من دلوقتي باختصار شديد الإخوان قالوا مش هنرشحوا حد وبعدين في الدراسة بتاعتهم قالوا إحنا إنتوا عارفين إحنا رشحنا الشاطر ومرسي ليه؟ ليه؟ قال لك لأنه كمالي الجنزوري هدد بحل البرلمان وحل مجلس شورى وقال قرار الحل في الدرج فإحنا خوفنا بصراحة نخسر كل حاجة فتقدمنا للرئاس ده ده اللي قالقوه في الدراسة بقول اللي كتبوا الدراسة واللي أروها واللي مضوا عليها واللي هيصدقوها أنتم فعلا خرفان ليه؟ لأن الحقيقة ليست كذلك الحقيقة كنا نعيش هذه الفترة بتفاصيلها وأنا فاكر تماما في هذا التوقيت كنا نتحدث ضد ترشيح حد من الإخوان على الرئاسة لأن ده كان اسم متكويش على السلطة قلنا إنه هذا الكلام بيمثل قصر نظر سياسي للإخوان لو هم ما كانوا صدخين أو كانوا بيتحكوا عن الناس لكن حقيقة الأمر كانت إيه؟ إنه جالهم تعليمات دي المعلومة من آخر اللي عايز يكتب التاريخ يكتبه التاريخ اللي بيعملوا الأخوان مزور بقول لعصام تليمة وكل الناس اللي بيدوروا على الحقيقة لماذا تراجع الإخوان وقاموا بترشيح أحد منهم على مقعد الرئاسة الإجابة تعليمات واضحة تعليمات وليست نصيحة من رجب طيب أردغان للإخوان في مصر واللي بقولوا معلومات قال لهم إن السلطة السلطة لابد أن تكون مطلقة أنتم ونحن أصحاب مشروع واحد لن يكتمل إلا بإمساك زمام السلطة من رأسها إلى قاعدتها الكلام اللي بقوله أنا مشؤول عنه أردغان أهو والإخوان موجودين الذي نصح مش نصح الذي أمر الإخوان بدرورة الدفع بمرشع لهم في الانتخابات الرئاسية كان رجب طيب أردغان وتم مبركة هذا هذا الترشيح أو هذا الدفع من حكومتين غربيتين الحكومة الأمريكية بحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي فاكرين هيلر كلينتون فاكرين كارتر لما جيه مكتب الإرشاد ودهم الملف في المؤطم قال لهم قادي طلباتنا عشان نجيب ونوافق على مرسي أنا وافق كلام ده اللي بقوله موجود في كتاب محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق لما قال فاكر أبراهيم هذا الكلام محمد حبيب قال إنه في 2005 و2009 الإخوان قاعدوا مع الأمريكان واتفقوا إنه هم خلاص قربوا يوتوبوا على الحكم وكانت مسك الختام بالنسبة لهم لما أمريكا قلت لهم يلا رشاهوا حد وبريطانيا قاعدت هذا الكلام وكان القرار طالع من تركيا تقول لي بقى أصل كمال الجنزوري قال أصل فلان عاد أصله قرار مجل الشورى كل دي أكاذيب أنا دلوقتي اللي بقول بقول تاريخ بقول جزء من التاريخ نحاسب عليه جميعا تعالوا بس الأول قبل ما أكمل هذه القصة أروح للأخ يا سامة ليمة وهذا الرجل بيتكلم على الخلافات اللي داخل جماعة الإخوان وبيقول إنه جماعة الإخوان جماعة مختطفة مختطفة وداخل جماعة الإخوان دولة عميقة والله يا سامة ليمة بيقول على الإخوان اللي إحنا مش عارفين نقوله أنا عمال أعمل برامج أهل الشر وأهل الخير وأهل النور وأهل الظلمة وأعمال أحكي عصام تليمة بكلمتينه الكلمتين الحلوين اللي بيقولهم دول يجبوا كل ما قل قول يا شيخ عصام واتحفنا تاريخ انت كشيخ عصام تليمة إنك انت واحد من فريق بيقود حركة يعني بيسموها تمرد إصلاح تغيير داخل جماعة الإخوان لا هو العودة إلى الجماعة من الذين اختطفوها هي الجماعة مختطفوها طبعا مختطفوها مميega مختطفوها من المجموعة تريد أن تخرج بيها بعيد عن المؤسسية شغل المزاجان أو مع إخلاص حسن الظلم مش مستحي إنك تقول إن دول مشغل المزاجان لا 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 ما استحينا لاي صحي نهلا لا أستحينا الحق المزاج داي معناه أنه في فوضة المؤسسة فيها فوضة طبعا في فوضة أي أخير فيها فوضة فيها فوضة طبعا هذه المؤسسة الكبيرة فيها فوضى هتعرف على الهوى أن المؤسسة فيها فوضى ده كلام خطير لا مش خطير ده كلام من أخطر ما يمكن مين اللي بيقوله بيقوله الشيخ إعصان طليم المين له حمزة زوبع وهو حمزة عايز ياكله بس الراجل بيقول كلامه هو الراجل مسؤول 15 سنة في قطر وسنتين في تركيا وشغال مع القرضاوي مدير مكتبه تعالوا شوف اللقطة الأخرى دي الفاضاحة للإخوان تعالوا شوفوا بيقولي الآفة الكبرى في جماعة الإخوان في بعض أفرادها أن عندهم خطابين في التشريع الإسلامي بره اللي يظلم أطلع واهتف وشنع واعمل جميل شرع طب والشرع ده لما بيظلم اللي عندك بتعمل إيه زي الممارسات السياسية الممارسات السياسية يا إخواننا الإخوان اختاروا مسؤولين يدروا تنظيم مش يدروا ثورة أنت النهاردة مسؤول عن ثورة يتيبها يدها يترجع لتنظيمة بس ده المسألة الصعبة وإذا انت فاشل في إضافة التنظيم فمش يتيبها في إضافة الصوت تضحيات تحسب في رقاب من لم يحسب لهذه الدماء حسابها ومن لم يستطع أن ياخد رؤية تعود بحقوق هذه الدماء والعرض وأنا قلت الكلب يوم فضة ربعة في نضامه صفة محمود وجاني أخل النهار إخواننا اللي مسؤولني عن من كل رأيك رأيك إيتم رأيي ننسحب نطلع من هذا المكان أنا مقدرش أتحمل دماغ عصام تليمة بيقول أنه قعدت 15 سنة في قطر وسناتين في تركيا أنا حصل لي عملية ضيق شديد مش قادر أنا زهقت أنا رفت نفسي أستقيل نفسي أبعد لأني شفت سلوكياتهم في قطر وفي تركيا شوفوا عصام تليمة قعد في قطر كم سنة 17 سنة متى كتب عصام ونقد يعني 15 سنة ساكت خلاص في تركيا سنتين كاملين ساكت متى خلاص أنا سايب عيال وسايب دنيا وسايب دنيا مش عشان تيجي حضرتك تكملها بضياع مش قادر تديرها أنا وإنت نركن على جامل ديجي اللي ينفع هنديرات مستقيل مش من إخواني عمي مؤسساتات الإخوان لا حاش بيستقيل من الإخوان لا أنت ممكن أنا بالعكس قراري سريع بس سريع خطوة آه لا ممكن أنا من الآن أعلنها يبقى أنت كلا موافق على استقالة لسيد محمد كمان أطبع مستقيل موافق جدا وأنا أستقيل أيضا عايزي يستقيل أنا بقول له يا شيخ عصام اتق الله وتكلم اتق الله وتحدث اتق الله وتطهر وقل لأنه المجتمع اللي أنت فيه مجتمع من النصابين واللصوص وإنت بنفسك قلت قبل كده عليهم وإنت اتهمت قبل كده محمود حسين أنه واخد فلوس وعمل الإمارات وجابت عربيات وغيره مش هو أبراهيم اللي اتهم ولا مين هو هو اللي اتهم وأنا فاكر طيب أمير بسام أمير بسام اللي اتهم محمود حسين طيب هو كتب مقال الشيخ عصام وقال أنه الإخوان والكشف عن سر الترشح بيقول يعني على الدراسة اللي قلت لكم عليها من شوية الإخوان دلوقتي جايين بيعملوا بيفكروا الناس إحنا ليه ترشحنا الرئاسة وبدأوا يحطوا يعني أسباب وغيره بيقول والله أن الإخوان بيقولوا ملقوش مرشح لحق اللي هم عايزينه الإخوان الأول ده بيرد على موقع الجزيرة الإخوان الكشف عن سر الترشح للرئاس ده الكلام اللي أنا بقوله ده سيف عبد الفتاح ده أعطقت مش كيرا؟ مهم فبيقول إنه الإخوان كنا حطين شوية شروط ملقوش بحد أنا بقول برضو للتاريخ في هذه الفترة بدقة للتاريخ أنا أعايزين شخصية مقبولة لها قبول إلخ 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 كان فيه كلام في هذا التوقيت بل اتفاق بين الإخوان وبين القوى السياسية الموجودة وبين الله يرحمه الوزير منصور حسن وكان الوزير منصور حسن هو الحل في هذا التوقيت لكن أنا شخصيا أعتم على الوزير منصور حسن وكان الرجل هو صيغة جسر للعبور في هذه المرحلة في ذاك التوقيت في 2012 وأتذكر إنه كان فيه اجتماع يعني استدعاء يعتبر كان فيه صداقة بتجمعني بهذا الرجل وعدنا فيه أعدى المد ديجي أربع ساعات نتكلم وفي الآخر قال لي يبدو إن هؤلاء ليس لهم كلمة وليس لهم يعني عهد لأنه هؤلاء بمئة وجه هؤلاء الإخوان وعصام العريان تحديداً كان بيتكلم عليه الناس دي غريبة جداً الناس دي منهمش كلمة الناس دي أكيء دول مش بتوع ربنا دول ممثلين كان منصور حسن وخالوا بيه كان منصور حسن وبعدين في الآخر جات لهم التعليمات فبدأوا يدوروا على مين بدأوا يدوروا على تعليمات أرض هؤلاء نفزوها ده بس بالتاريخ بقول هو بيقول ليه وقفات هو عصامة اللي ما بيتكلم على بيقول ليه وقفات في هذا أولاً بيقول أنتو كنتوا منعنا نتكلم ليه عن القصة دي وجايين دلوقتي تتكلموا ليه طيب بيقول أول حاجة إيه اللي خلاكوا تغيروا وجيت نظركم وتتكلموا في المضعوضة أنتو كنتوا منعنا حد يتكلم فيه بيتريع عليهم بيقول لهم إيه بيقول لهم حد شاف رؤية جديدة يعني حد يشاف فيكم في رؤية في المنام أنه لازم نطلع تتكلمهم فبيقول ليه كده بيقول لك ما هم كانوا بتتكلموا بيقولوا كل حاجة بتحصل بيشوفوا رؤية بالليل ويطلعوا نفزوها الصبح فبيقول يمكن كانوا عندهم رؤية ولا حاجة شافوها في المنام بيتريع عليهم بيقول تاني أنه شهود عيان شهدوا الأحداث ده بالنص على فكرة رجل اللي قدامي ده بيقول كلام ده بالنص وشاركوا فيها وكانوا جزءا أصيلا منها قامت لجان الإخوان يعني في ناس شهدوا بما جرى بحقيقة ما جرى قالوا كلام لنا بقول بيقول قامت لجان الإخوان الإلكترونية هو اللي بيقول بتكذيبهم قامت لجان الإخوان الإلكترونية بتكذيبهم والتطاول عليهم والنيل من أعراضهم في صفحات التواصل الاجتماعي معروفة أسماؤهم وأشخاصهم مما جعل مسؤولا كبيرا في الإخوان يتصل ببعض من شتموا ليعتذر لهم معترفا بذلك بأن من سبوا وشتموا ونالوا من أعراض الناس هم من الجماعة الرسمية اعتراف صمت الليما بوجود كتائب بوجود لجان إلكترونية إخوانية تستهدف محاولة النيل من أعراض المخالفين على صفحات التواصل الاجتماعي هو اللي بيقول بيقول سليم عزوز كان بيتكلم في نفس الموضوع على قناة ما عرفش إيه كده أو كان بيتكلم سليم عزوز في برنامج على الجزيرة الله يلاعانه ويلاعنا الجزيرة سليم عزوز ما هو منافق كبير برطة فبيقول صاحبنا خالد تليمه اسمه إعصام إعصام بيقول يعني هو كان حرام على سليم عزوز وحلال عليكم بيقول بقى بالنص ألا يدعو هذا الموقف الأخير كل هؤلاء لمراجعة هذا السلوك المقيت الذي ينقطه الإسلام سلوك إيه يا شيخ؟ اسمعوا ليه؟ تفكير الأنعام أو القطيع هو اللي بيقول إعصامت اللي ما بيصف سلوك الإخوان بأنه سلوك الأنعام أو القطيع بقول لهم كفوا كفوا كفاية استخدام هذا السلوك سلوك الأنعام أو القطيع لما يجي الشعب المصر طيب يقول دول خرفان يا شيخ إعصام ما تزعلش ما أنت بنفسك قلت أنعام هو الأنعام إيه؟ عبارة عن خرفان وبعيز وكذا 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 هو ده اللي حصل أنا عجبني كلام هذا الرجل الرجل ده وفر لنا كتير والله الرجل ده وفر لنا كتير تعالوا بقى أشوفهم بيقول إيه تاني بيقول نفس الكلام أهو بيقولها وبجد كان تهديد الجنزولي هو السبب هو اللي بيسأل ولكن فيه طمأنجت لكم من دولة غربية هو اللي بيسأله هو بيقول وهل تم الزج بحزب النور عن طريق مش عارفين ليغري الإخوان بالترشح وهل جاءت طمأنة من الدول الغربية بعدم الممنعة من الترشح وهل تم السعي بين الإخوان لتغيير موقفهم حتى اجتمع مجل الشورى لغير قراره أم لا وهل جاءتهم رسالة من مسؤول إسلامي كبير بعدم الترشح اللي هو مين اللي هو القرضاوي كل هذه الأسئلة اللي بيقولها الرجل ده الرجل وفر علينا كلام كدير الإخوان عندهم كتائب بيشتموا الناس ما عندهمش دين ولا أخلاق بيمسوا أعراض الناس بالباطل وهو قال إن أحد كبار الإخوان قاعد يعتذر للناس في التليفون بس مش هيقدر يعتذر لكل الملايين اللي بيسيقوا لها دلوقتي اتنين بيقول إن هم سلوكهم سلوك الأنعام سلوك الخرفان سلوكهم سلوك القطيع ما بيفكروش الناس دي ظلم هو أكتر واحد أنا كان محمد حبيب وأحمد عدد الكمال وأحمد السكري الناس التاريخيين اللي كانوا بتكلموا على الإخوان وفضحوهم هذا الرجل فاضح الإخوان في هذا العصر وهو المشكلة إيه عامل تغريدة بيقول بوليها إبراهيم لما كان بيشتمني أو بيغلط فيه عصام قال إنه يعني أنا نكاية في المدعو أنا هتوقف عن نشر الخلام ده هو نكاية في نشأة عشان بقطع منه حاجات أنا بقول لك يا شيخ عصا إثبت عني أنني اختطعت أي كلمة من كلامك من سياقها وأنا هتزدر قدام الناس والله الذي لا إله إلا هو الكلام بتاعه بالنص زعناه وممكن نزعه تاني بس هاتلي يا إبراهيم لو سمحت لو سمحت الأخ عصامت ليما بيتكلم كلام مهم وخطير عندك فيديو أنا أقل لك علي يا إبراهيم الراجل ده هو بيتكلم كلام خطير جدا 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 تعالوا نشوفه ونشوف التناقض والمشاكل النفسية اللي داخل الجماعة الإخوان هو الراجل شكله لو أنت بسط لي شكله عنده إحباط لو بسط لي قسمات وجهه عنده حلة من لكنه قاعد في تركيا هيعمل إيه كعادة الإخوان اللي يجوز أمي أقول له يا أبا اللي يجوز أمي أقول له يا عمي الإخوان الراجل ده يعني في تركيا لازم يعمل وصلة غزة لمن؟ لمن؟ لخليفة المعيز والغنم والخرفان أردوغان تعالوا سمعهم إيه طيب أردوغان من الناس الذين يحملون دائما مبدأ الأخوة العامة سواء الإسلامية أو الإنسانية لو يعلم الناس المصالح الاقتصادية التي تعطلت لتركيا تركيا التي حكومها أردوغان وحزبه بسبب هذا الموقف لا علم أنه لا ناقتل أردوغان من باب الدنيا إنما الأمر أمر أخروي ديني نعم الناس بها تتفق تختلف مع يعني رضاها أو عدم رضاها من الشيء الرئيس طيب راجل تبقى أردوغان في مواقف أخرى هذه قصة ثانية كنت أتكلم على مواقف واضح فيها المبدئية نعم ومش تضيلي عمي أصبحت تركيا ملاذا لكل لاجئ ولكل معارض يحارب ويهاجم من هذه الأنظمة إذن القصة مش مستغربة عليه بل بالعكس يعني كنت لا يستغرب لو لم يقم بهذا الدور وكيف أن الألسنة لهجت بالدعاء للرئيس أردوغان أن يوفق الله في هذه الجولة ويوفق حزبه وطبعا كنا ندعي دائما أن ربنا يرزق أهل تركيا الخير نعم أي أن كان هذا التقدير أي أن كان هذا الخير واختاروا الخير لأنفسهم يعني باختيارهم بالديمقراطية التي احترمها الشعب التركي وحافظ عليها وحافظ على هذا الخيار السلمي الدائم والنسان يتعجب يعني على هذه الحملة الشعواء التي قامت من أوروبا وغيرها على الرئيس أردوغان وعلى حكومته نعم وبتعجب لما يعني أي شيء يعمله تجد الهجوم الرئيس أردوغان وحزبه ومعظم الشعب التركي والشعب التركي بواجه عام لم نرى من أحد منهم يعني أذن أو شيء فيشكروا على هذا الروع الموضوع ده مهم جدا وأنا بقول للناس وعلى الصفحة عندي يلا كل واحد نعمل إن شاء الله يعني مشاركة للناس كل الناس اللي كانت قريبة من هذه الأحداث ويعرفوا ماذا جرى أنا بقول أهو ليه الإخوان قالوا مش هنرشح مرشح للرئاسة وبعدين بعد شهرين قال لي من شهرين قالوا لا هنرشح وكذا ليه هم شوية عيال آم هم شوية عيال يعني هو ده 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 الناس دي اللي هم الإخوان أنا عايز 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 أقول كل الناس أنا ليه هم عملوا الدراسة دي لأنه هو في هذا التوقيت مر سنة على وفاة محمد مرسي فهم عاملين في تركيا هناك يعني فرصة ندغدغ مشاعر الجماهير وغير 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 تاني بقول إنه التاريخ لن نسمح للإخوان بتزييف التاريخ تاني بقول لن نسمح للإخوان بتزييف التاريخ الكلام اللي قايلينه في عربي 21 ونشرينه اللي بيقولوا إن إحنا رشحنا مرسي للرئاسة وقابليه خائرة الشاطر لأنه جت لنا تهديدات من كاميل الجنزولي بقول لهم هذا الكلام كذب وعاري من الصحة وعاري من الحقيقة كلام فارغ لا يعني لا يثمن بالحبر المكتوب عليه أما ليه الحكاية؟ الحكاية زي ما أقول دول مجموعة خرفان جت لهم تعليمات من أردوغان خشوا الانتخابات وأنا في هذا التوقيت فاكر فاكر والله إنه قلت إنه الإخوان ومرشدهم قالوا مش داخلين انتخابات وبعد شوية يرجعوا تاني بقى إحنا أمام احتمالين لا سلسة لهم إما إن هؤلاء عندهم قصور نظر سياسي ما بيفقى مش في السياسة مش شايفين تحت رجلهم وإما إن المرشد كذاب أنا فاكر هذا الكلام قلت تحديدا على أحد قنواتهم والله في 2012 في 2012 قناة الناس أعتقد قناة الناس يا إبراهيم ولا قناة إيه؟ قناة الناس أعتقد قلت كده بالضبط قلت إنه ما دفع الإخوان إلى تغيير رأيهم إنه عندهم قصور نظر سياسي ما بيفهموش ما بيشوفوش تحت أقدامهم ده الكلام ده إنتا في 2012 أو في 2011 2011 وساعتها كمان أنا فاكر اللهي كتبت إبراهيم عمدك أنت مجهز لحاجة إبراهيم هاتهالي كده أراه ده هو أنا دي في 2012 28 مارس فقلت بقول أيها الإخوان ماذا تفعلون أفل تعقلون صدمة قاسية يعيشها الكثير من المصريين نديجة السلوكيات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هذه الأيام واحد مرشد الجماعة يعلن أن مرشح الرئاسة لن يكون إخوانيا ويقصم بأغلظ الأيمان بأن الجماعة لن تؤيد مرشحة من الطار الإسلامي الكلام لا إليه اثنين الحزب والجماعة يعلنان لأن اللجنة التأسيسية للدستور لابد أن تكون توفقية فلا مجال لمغالبة أو منافسة فيما يتعلق بالدستور الذي يصنع ويصاغ ليعيش معبرا عن كافة التارات المجتمعية الحزب والجماعة يؤكدان أن حكومة الجنزوري يجب أن تستمر لنهاية يونيو فجأة تتحول اللجنة التأسية إلى لجنة إخوانية يتحول قسم المرشد إلى كلام في الهواء يبدأ الإخوان في الصدام مع المجلس العسكري يتحول المجتمع إلى فصائل ضد الإخوان ويبدأ شباب الإخوان في الهجوم على سياسة الجماعة ويبدأ الهلباء والقياد التاريخي في الجماعة في الهجوم على كل سلوكيات الجماعة حافظ الله مصر كلام ده إمتى؟ في 28 مارس 2012 28 مارس 2012 اللي بقوله دلوقتي هو بقول الناس دي منفقين وبرجعوا في كلامهم بالنص ده بوست كاتبوا على صفحيتي موجود ده دلوقتي في 28 مارس 2012 قلت الناس دي الناس دي ناس منفقة الناس دي ناس بيحاولوا وأنا بقول تاني لن أسمح بتزوير التاريخ ده تزوير للتاريخ يا جماعة تزوير للتاريخ مرسي داخل الانتخابات لأنه لأنه فيه تعليمات جات من تركيا للجماعة أنه رشحوا واحد من عندكم لإمساك بزمام السلطة من أعلى من الرأس إلى القاح ده كان كلام موجود تعالوا نشوف في النفس من أيام أو من أسابيع خرج علينا المرشد العام لجماعة الأخير المسلمين وقال بوضوح شديد جدا أنه لن يكون المرشع إخواني لن يكون المرشع إخواني وقال هذا عهد وقال ولن تؤيد الجماعة أحدا من التيار الإسلامي لكن كون المرشد العام أعلى سلطة دينية وسياسية في الجماعة يخرج علينا ويعج ويقول بوضوح شديد لن ترشح الجماعة أحد لانتخابات الرئاسة ثم بعد ذلك يكون هناك متغيرات إذن نحن أمام احتمل إيه إما أنك المرشد العام وجماعة الأخير عندهم قصور نظر سياسي ما عندهش رؤية سياسية التهم خطير ده مش شايف التهم خطير ده خطير أو مش خطير الواقع اللي أنا كمواطر كمراكم شايفه المجتمع حضراك لو دخلت على العالم الخيالي الموجود على الفيسبوك والمجتمع والناس المراكمين كله بتكلم المجتمع المصري في أعيش حالة صدر مش الإخوان رد فعلي اللي ما قام بيه المجلس العسكري ده المجلس العسكري كان رد فعلي ما بدأ بيه الإخوان من المحورة صحبة من الجنس فين التسامح اللي حنتكلم عليه أنا عايز أقول لك اسمع الدكتور كمالي هلباو بتكلم إزاي مختار روح بتكلم إزاي شوف محمود غزلاب بتكلم عليهم إزاي شوف الدكتور محمد حبيب راح فين السياق العام ده كان في هذا التوقيت وقلنا إنه الناس دي عندها قصور نظر سياسي وما زلنا نقول الناس دي مش قصور نظر سياسي الناس دي الخوانات هاكر في هذا التوقيت تصل بيه صديقي العزيز الكاتب الصحفي الرئيس الحالي المصور دلوقتي أحمد أيوب كانت في قارة المحور قال لي بكرة عندي ضيف مفروض علينا يعني ما هو دلوقتي ساعتها كان معدش يقدر يقول لا يعني كان أحمد أبو بارك أحمد أبو بارك ده كان المستشار القانوني للجماع متحدث الحزب الحلية العدال فصديقنا أحمد أيوب وأيمن عدل أنا فاكر قالوا لي تيجي بكرة علشان خاطر الرجل ده رجل أصلا لازم يعني أنت هتقدر تصد معاه طبعا مين؟ ده عبارة عن يعني مزياع منطلق الرجل ما حد يقدر عليه لأنه بيلبس الحق في الباطل لكن انت زعت منه اعتراف إنه ترشح دفع الإخوان بمرشح ده غلط لأنه قال لي يا أخي كل بني أدم خطاء أول ما قال لي كده أطلقرش أزمينك حاجة تاني تعالوا تسمع كان فيه نوع من التصرع من الجماعة في الإعلان أنها لم تقدر بغد النظر أنا عايز أقول لك هاي بس اسمعني بغد النظر لا ليس نوع من التصرع لكن هو كنوع من الشفافية ومحنش معصومين من خطأ أنا مش عايز محنش معصوم من خطأ والسياسة الجزء التاني أحنا لابد يعني مش ده معناها بغض أنا أقول لك أن هذا كان خطأ في حينه ما يش هينفع أن رشع خارد شاطر عشان أسباب واحدين ثلاثة فأنا مش عايز حد ينكر على أي حد يعترض رأيه أنا ما أقول أنا ضد ترشيح الموضس خارد شاطر لأن الجماعة دي ستخموز كذا كذا فبالتالي ما حتش نكر علي لأنه داخل مجد شوية جماعة بزبط كان فيه الحكاية دي بص حضرتك بص حضرتك أخاطب ضمير أحمد أبو برك ابنك محمد الفلاح كان فيه نوع من التصرف من الجماعة في الإعلان أنها لن تقدم يعني ده بس من الزاكرة وكانت أنا بقول ربا ضرت النتعة لو ما كنوش رشاوا حد من الإخوان ما حدش عارف الغيب فين لو طلعتم على الغيب اللي اخترتم الواقع الواقع أفضل ليه؟ طلعوا كشفوا وبانوا والناس الطيبين غلابا اللي كانوا فكرين دول بطوع ربنا كانوا مسدقين فيه ناس دولة مسدقين فيه ناس كتير جداً يقولك يا عم دول الدين ومشروع إسلامي وكذا والنهضة وشوفوا تركيا الناس مش عارف هالتفاصيل حاجات ما كنوش نعرفها وفيه كتير من حاجات ما قرنوش من التاريخ لما بيجي نقرأ ونقول دي حجة علينا جميعا حجة على السامع وحجة على القائل النهاردة في تركيا انتوا عارفين عاملين ايه؟ عاملين هناك نوع من ابتزاز عاطفي وديني وعملين مناحة في تركيا تركيا اللي حد يقولك ده عايزين يعملوا تقارب بقولوا تقارب تقارب عند مامتك ده عايزين مصالحة ومصالحة عند مامتك ليه؟ لان الناس دي بيكرهونا بجد بيكرهونا من قلبهم بجد شايفين ان مصر وشايفين ان قيادة مصر ضد ضد التوجه السعي التوركي في المنطقة النهاردة لما يكتب اردوغان نفسه يكتب تغريدة دلوقتي على صفحيته لا لا ما طلاش على الشاشة لانها احقر منه بقول اتذكر بالرحمة اخي العزيز محمد مرسي الرئيس الوحيد لمنتقى فمات حسبي الله ونعم الوكيل في كل الاكاذيب التي يسوقها باسم الدين حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يصدق حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وصلته المعلومة ويزايد وصلته الحقيقة ويراوغ وانا بقول يوم القيامة تلتقي الخصوم خليني بس انا النهاردة عشان تعبان والله فسامحوني اننهي الحلقة بحاجة كده يعني من برضو من الاخوان بس حاجة مضحكة شوية تعال نشوف هذا الرجل الذي يدعي زورا وبهتانا انه احد الدعاء الى الله هل هذا هو مستوى الدعاء الى الله هتقولوا ايه يوم القيامة الربنا اللي بتتحكم وياللي بتصدقهم واللي تضحك عليكم شوفوا أجد هنين الدنيا سجارة وكاس يوم الخميس ده يوم يعني غير عادي الناس كلها بتستعد اللي بيجيب بليب وزداني اللي بروح يجيب حشيش عشان حيحشش بالليل الأغاني دي يا أخويا صابر يعني زي ما بتقول ايه عقيدة عندنا لازم نسمحها واه نؤمن بي اقدر اقولك دلوقتي الناي علي هنا شوية المغني له دفتر عندي بالأغاني ومعاني الكلمات معنى المغنية انت قلت المغنيات لا ده المغنيين كمان اضربها طناش ولا تستناش الحب تشاش اذا كنت عايزها ما تتعشاش انا بعض الاخوة دلوقتي يقولك ايه ازاي الشيخ واك دي حافظ القرآن ما شاء الله كده عمال يقولي الآية وفي سورة كذا يا أيها الذين أمانوا اتقوا ربكم يا أيها الناس القبلا كانت للمحبوب يخدها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس احنا عايزين الشباب ده يضيع مش عايزين الشباب ده يطلع ملتزم بدينه ويحيا بالإسلام لا 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 كنا بنوزع عليهم صور المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات شانك انت انكوي بالنار ولقح جتتي وادخل جهنم وانحرق وقول يا دهوتي اللي يجاوز امي اقول له يا عمي ان روح دي بلد بيعبود العجل حش وديله وان كان شيخة كعجل اتشعلق في ديله هستناكي تحت وتيجي نروح اي مكان المهم ان احنا البعض طب مش من اول دقا بيخش ده تقا 2-3-4-5 كان بتكون في حضنه ولها صورة على الانترنت يعني وراجل يحملها ملابسها الداخلية ظاهرة لها العديد من الاوضاع لا 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 خد بقى معاني جنسية بقى افضح شوية بقى الله يرحمك يا امه يا ابن والله العظيم اللي هو لنعمة ربنا عليك كان زمانك بقيت افسد خلق الله والله انت افسد خلق الله وبالمناسبة برضو الراجل اللي معاه اسمه صابر مشهور دهو ده ده الراجل الراجل دهو صابر مشهور عاق عاق انا سمعت فيديو الابو و هو بيقول انه ده حسب الله ما نحكيل فيه اللي بيسأل علينا ولا 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 قادي قاعد بيناضل برة و ابوه بيدا عليه هنا في مصر تعالوا بقى نشوف الاخ الكابتن النجم محمد ابو تريكا في قطر و ناس كتير جدا بتحبه و ناس كتير جدا عملين شتموني المرة فات لما قلت ده اخوان طب والله العظيم اخوان يعني الموضوع بسيط جدا وهو راجل ما بنكرش طب هو لو مش اخوان يطلع يقول انا مش اخوان و احنا كلنا نعتذر تاني سهل اجد محمد ابو تريكا لاعب الكرة السابق في النادي الاهلي كابتن الاهلي و منتخب مصر السابق الموجود في قطر اخوان تحب و تكرهه انا بقول حقائق ما قلت لكش تكرهه بقولك تحب و تكرهه هو اخوان وهو لو مش اخوان يطلع يقول انا مش اخوان و احنا كلنا نحتفي بيقوله مش اخوان حتى لو بالكد لكنه ما قالش و ما يقدرش يقول ما قالش و ما يقدرش هو عايش في قطر عايش فين عايش في قطر طب عايش في قطر تعالوا شوفوا بيغازل قطر وبيتغزل في قطر قد ايه شوفتوا الراجل من شوية يا صمت الليمة اللي بيتغزل في اردوغان عشان عايش عنده و ده بيتغزل في قطر بس انا اسمعك و قال لي ايه الاول وبعدين اعلق عليه استثمرت فيها قطر ايه يا محمد البشر ده اهم ميزة استثمر في البشر البشر هو اللي هيعملك الاستداد البشر هو اللي هيخليك تتأدي بتعليمه وتستثمر فيه وتصرف عليه هيرجع لك المؤسسات والمناظر اللي احنا بنشوف هدي البشر تستثمر في البشر عندك العزيمة عندك الامكانيات استثمر في العقول عشان تقدم لك المباني الممتازة دي الجهد المبزول ده ده نتاج بشر فانت عشان كده اهم ما يميز قطر الناس استثمرت في البشر فالبشر بيخليك تجري في عملية التطور في عملية التجديد في عملية مواكبة العصر ده اهم عنصر اهم استثمر استثمر في البشر ما تستثمرش في الحجر البشر اللي هيقدم لك الحجر اللي هيبني لك الحجر اللي هيجري بيك عشان كده اهم عنصر هو الانسان صحة الانسان تستثمر فيه تطور له تنور له عقله تصرف عليه يرجع لك بمشاريع باستثمارات كلام حلو يصدق كلام شكله حلو الوقت حافظ كلمتين وطلع بيقولهم مش عايزوا يقول على مصر زيك لا مش ناقص طبعا كلامه لكن انا بقوله قطر كلها على بعضها تلتمية الف استثمر في بشر ايه بشر ايه ده ناهية اللي انت منها قد او الاكرداسة اللي انت منها قد قطر تلاث اربع مرات بشر ايه اللي بيستمر فيهم يقول لك الاستثمر في البشر هو اللي عمل الاستنادات والمنظر الجميل لا 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 انت مش فاهم اللي عمل المنظر الجميل فلوس الغاز الارض عندهم يا عمي محمد بتحقيض عارف انت عن ايه تحقيض الارض بتحقيض لو عدا بتطلع غاز وهما تلتمية الف عندهم كم تريليون الدخل بتاعهم قدي خمسين مرة قدي خمسين مرة استثمر في بشر ايه هو احنا شفنا عالم فضاء قطري هو احنا شفنا واحد خات جايزة نوبل في الاقتصاد القطري هو احنا شفنا واحد خبير علامي في الجينات والمش عايزة ايه قطري انت بتصدق نفسك بقولك الاستثمار في البشر مش في الحجر هو سمحها من حد زي برضو احد الفنانين بيسمع ويقول استثمار في بشر ايه وحجر ايه انتش فاهم وبعدين انت عملت ادي واصلة حب واصلة رومانسية لقطر باذا الشكل طب يا اخي بلدك اللي انت بتقول بتدعي انك بتحبها فيش كلمة على مصر احنا مش نقصين منك ولا من غيرك بس انا بقول لناس بعرف الناس قطر بتستثمر في البشر مش في الحجر يعني ايه يعني ايه تستثمر البشر مش في الحجر يعني لانه حد مرة حد مرة من احد المتحزلقين والمتفزلقين والجماعة اللي بتوع الصفسطة يقولك يا اهم بناء البشر قبل الحجر طيب يا سيدي باشا معشان البشر ده يتعلم واستثمر فيه ابنين ومدرس ابنينه مستشف ابنينه بيت يتقى فيه اعمل له بتاع عشان يأكل اعمل له عشان يشرب بعض ماء مش ده استثمر في البشر هو كلام بنقوله واخنا وخلاص مش ما يبينه هو واحد في مصر فاكر والله ما يفاكر مين احد الناس اللي بتوع الفزلكة الكلامية قالك الاستثمر في البشر اولى من الاستثمر في الحجر ماشي انا انا معاك ان احنا نبني الناس ثقافيا وعلميا ولى اخيره لكن عشان ابنيه استثمر في البشر لازم ابن عندي مدرسة وعندي بيت يسكن فيه وعندي ومدرسة اعلم فيها ومستشفى يتعالج فيها طريق يمشي عليه انا معاكרא عشان ابنيه ولا homem يقولك بatti أقولك الطرن التي عاروه في مصر والمدرس التي عاروها في مصر والمدن التي عاروها في مصر والمشروعات يهي ابني الناس الاول يا سيدي اهي ابني الناس ازاي ابنيهم ما عادي فيه عشوائيات ابنيهم ام معاعبين ما فيش ماء ولا شرب ولا غير ولا غيره كلام كله بيصفصف على نفاق بيصفصف على هنا مش حلو هنا مش حلو ناحية مصر هنا مش حلو ناحية مصر ده وجهة نظرك تعالوا نشوف بس ياسين أقطاي مستشار أردوغان كان قاعد مع سيف الدين عبدالفتاح مبارح وأحمر عبدالعزيز كانت شغل في الناس الجمهورية يا مرسي ومعاه للأسف الشديد يعني هذا الحقير 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 محمد نصر شوفوا بيقولوا ايه أقول لك مثالين آخر مع إيران هل علاقتنا جيدة صحيح ولكن في خلاف بيننا أيضا في سوريا نحن لا نوافق ونرفض وننتقدهم فيما يعمل في سوريا فيما يعمل في العراق فيما يعمل في اليمن نحن ننتقدهم ونرفضهم في كل سياساتهم ونفس الشيء مع إسرائيل إسرائيل نحن تركيا وإسرائيل دولتان فيما بينهم خلاف فيما يفعله في فلسطين وفي قدس وكله نرفض هذا الشيء ولكن في بعض العلاقات أيضا بيننا يعني ده الراجل بيكلم بوضوح بيقول عندي علاقات مع إسرائيل عندي علاقات مع كذا وقاعدين الطربيشي الثلاثة قاعدين ولا حد فيما طربيش طربيش محمد ناصر أعلي يستفزه يقولوا الجيش المصري داخل ليبي الجيش المصري كذا تعال تشوف أو أنتوا خايفين منهم في تركيا في ليبيا؟ لا لا نخاف لماذا نخاف يعني؟ من الجيش المصري؟ أنت تعلم أنا بسأل قدرات 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 التركيا الآن تركيا ليست من تخاف ما معنى دلوقت التواصل من الجانب التركي؟ تركيا هي التي من تخيف ما معنى التواصل الآن من الجانب التركي للمصريين؟ لما حشد الجيش المصري نعتقد جيش المصري يعني يعمل هذا الشيء نوع هذا يكون لو يواجه تركيا يكون لهم نوع من الجنون الجيوش ليسوا مجانين الراجل بيقول أن الجيوش مش مجانين عمره ما يتخانوا مع عمره ما يلتحموا يعني ده يا سيني أخطاي التاني بيقول له المصريين بيتوسلوا ليكم بيستفزوا محمد ناصر بيستفزوا محمد ناصر ده فعلا أحقر أحقر ما سمعت أزناي وسيف الدين عبدالفتاح للأسف معرفش هو أخذ دكتوراه من العلوم السياسية تشغال في أني ده يتأخذه قاعد لا يحرق خروف قاعد قاعد خروف جيش بلدك بيتكلموا عليه وخرفان قاعدين خرفان قاعدين مع خروف كبير وصورة الخروف الكبير وراهم محدش فيهم بيتكلم كلهم كلهم نبتة حرام نبتة حرام بتثمر ثمرة مسمومة لكن نحن لها بالمرصد وبنقول الحمد لله يا رب خلال الأيام القادمة والساعات القادمة نسمع إن شاء الله أخبار كويسة عن صد النهضة لكن قبل أن أختم أقول ثقوا 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 إن كل الأمور مشى وفقا لمصالح هذه الدولة هي أمانة والأمانة فعلا محفوظة وإن شاء الله ربنا معنا دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا